السلام المسيح معكم مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بيكم بحلقة جديدة ومباشرة وبنصلي إن الحلقة النهاردة تكون مصدر لنور وفهم وتغيير في حياة الكثيرين بصلي من أجلكم جميعا إن النهاردة تكون محبة الله الشافية مع كل شخص منكم بصورة شخصية جدا وقريبة من قلوبكم جدا حلقة النهاردة يمكن فيها أمور صعبة عشان كده صلاتي إن حضور الله يلمسكم النهاردة وإنكم تشوفوا بعنيه وتشعروا بحضوره والله يعطيكم فهم جديد للي حتشوفوا النهاردة حلقة النهاردة بعنوان العنود وأخوتها في حلقة النهاردة هيكون عندي عدة فقرات في عدة أخبار مهمة يهمني جدا إني أقدمها لكم وإني أسمع تفاعلاتكم معايا النهاردة سواء كانت على صفحة المرأة المستمع على الفيسبوك أو صفحات قناة الحياة أو رسائلكم على الواتساب أو السيجنل أو اتصالاتكم قبل ما أبتدي في موضوع العنود أنا حابة أن أنا أقف عند خبر مهم جدا لازم نقف قدامه ونكون كلنا فرحانين بالحقيقة الناشطة النسوية لوجين الهدلول يعني كان لازم أبتدي الحلقة بتهنئة السيدة لوجين وأسرتها وكل ناشطة رفعت صوتها بالطالب بالحرية والعدل أنا بهنيكم بالإفراج عن لوجين وبهني لوجين بحريتها وبداية طريق جديد الناشطة السعودية دي كان ليها دور كبير في لفت نظر العالم لقضايا المرأة السعودية ومن أجل ده دفعت تمن كبير جدا تكلمت عنها في عدة حلقات على مدى الثلاث سنوات الماضية من ساعة يعني القبض عليها هي والعديد من النشطاء الآخرين ستات ورجالة كانوا مجموعة كده تلموا من ثلاث سنين ويعني ثلاث سنين مرت على الشابة دي اللي انتوا شايفين النهاردة صورتها الشعر الأبيض طلع في رأسها دي ما كملتش 33 سنة يا جماعة يعني اللي مرت بيه في الثلاث سنين اللي فاتوا من سجنه وتعذيب وألام كتيرة من غير أي جريمة أو شيء يكسر القانون لكن يعني الحقيقة أنه في الدول الإسلامية كلمة حرية لا تتوافق مع الفكر الإسلامي بأي شكل أو بأي حال على العموم لوجين طلعت من السجن لكن ما زالت ممنوعة من أنها تسافر وممنوعة من أنها تتحرك بحريتها احنا بنصلي أن الله يحررك بالكامل وبنصلي أن الله يديكي شفاء بالكامل من كل ألم تعرضتي لي داخل السجن ده وبنصلي أن الله يعطيكي فهم حقيقي وقوة حقيقية لمعنى الحرية الحقيقية فيه الست اللي بتفكر وتشتغل وبتحاول أنها تعمل حاجة تغير المجتمع وتكسر كل القواعد اللي وضعها الإسلام بصور خاطئة حواليها دايماً هتضطهد ولكن فيه ثمار لهذه الحرية والنهاردة يعني لوجين وقفت في موضوع قيادة الستات حرية قيادة الستات وقفت في موضوع الولاية وقفت في يعني تتكلم عن السيدات اللي بيحبسوا في دور الرعاية بلا إلى ما لا نهاية وقفت تتكلم كتير عن حقوق المرأة السعودية في الاختيار عموماً ومن أجل ذلك اضطهدات لكن النهاردة بنشوف أن فيه تغيير أنا بصلي أن دي تكون بداية جديدة لتغيير حقيقي وحرية حقيقية في السعودية وأنه يعني يكون اليوم يوم راحة وشفاء نفسي وروحي للوجين وأسرتها خليني أرجع لعنوان حلقة النهاردة والفقرة الأولى من برنامجنا العنود وأخوتها هو الاسم اللي أنا اخترته لحلقة النهاردة الحقيقة أن قصة العنود هي مأساة إنسانية متكررة وظاهرة بشعة منتشرة في عدة بلاد وخاصة البلاد الإسلامية اللي بتنحدر جدا فيها قيمة المرأة الأنثى عموما في المجتمع بسبب الثقافة الإسلامية دي والظاهرة دي هي ظاهرة حرق الستات بالأسد أو بالأحماض الكوية أو باللي بيسموه في مصر مية النار مثلا يعني التعامل مع النساء بهذا الشكل القاسي والمرعب ده بنشوفه كتير في الشرق الأوسط بنشوفه في الهند باكستان وأفغانستان عموما دي يعني ظاهرة موجودة بشكل كبير جدا ولكنها مش هي الطريقة الوحيدة اللي بيعذبوا بيها الستات في المناطق دي أنا لو قدمت لكم حلقة كل يوم في الموضوع ده مش هيتسع الوقت برضو لسرد المقاسي الكثيرة الموجودة كل يوم لما شفت حادثة العنود يعني تعليقي قلت طب أنا حامل كام مرة حلقات بهذه القسوة وكام مرة أعرض قصص وصور ناس يعني أنا اخترت أقل الصور وأقل الفيديوهات اللي ممكن تكون مؤذية لمشاعر المشاهدين لكن الواقع أنه يعني وأنا بدور وأنا ببحث وأنا بقرأ كل الحاجات اللي كتبت في هذا الموضوع مش بس الطفلة دي لكن يعني حالات كتيرة جدا مناظر مؤذية ولكنهم يعني بشر كل واحدة فيهم ليها اسم كل واحدة فيهم ليها عيلة كل واحدة فيهم ليها أمال وأحلام ورجاء في حياة فيستحقوا كل واحدة فيهم أنه هيتعمل لها قصة ويتعمل لها حلقة وأن صوتها يتسمع وأن صوتها يصل إلى قلوب ناس تصلي قلوب ناس تحاول تغير المجتمع قلوب قادة يقدروا يغيروا القوانين ويعملوا أحكام قسية توقف التعامل مع النساء بهذا الشكل لكن عندنا أصل في الشرق الأوسط نقدر نقول إحنا عندنا أصل موجود في نظرة المجتمع الشرقي الإسلامي للمرأة عموما المرأة والطفل المرأة والطفل يعني في وسط المجتمع الشرقي الإسلامي يعملوا بمنتهى القصوة وينظر إليهم على أنهم أقل من الرجال بشكل واضح على طول الخط النهاردة هناخد جزء بسيط من الصورة قصة العنود عنود اليمن الصغيرة يعني زي ما قلتلكم أنا محبتش حطتلكم كل المناظر المؤلمة لكن البنت الحقيقة يعني قبل ما أحطتلكم الفيديو عايزة أشرح لكم اللي حصلها البنت يعني لما طلقها دلق عليها الحمض الأسد ده دخل في عينيها ضيع عنها جلد ووشها كله محروق رقبتها يعني متقطعة الأسد لما بينزل على جسم الإنسان بيسيح بيسيح جلده ولحمه تخيلوا ماذا الألم اللي مرت به البنت دي لكن لما تسمعوا تفاصيل القصة حتودهاشوا جداً ليعني اللي حصل في هذه التفاصيل الراجل اللي عمل فيها كده ده طلقها عاشت معها ثلاث سنين هي عندها تسعتاشر سنة فلكو أنت تخيلوا بقى هي عاشت معها ثلاث سنين لو هي متطلقة بقى لها سنة ولا حاجة ولا أكتر يعني يمكن تكون تجوزت يعني على أقصها خمستاشر سنة بتقول أنه من ساعة ما تجوزته وهو بيعذبها تعذيب غير عادي اسمعوا القصة بصوتها وصورتها لكن هشرح لكم بعد كده لأنه اللهجة اليمنية يمكن تكون صعبة على بعضكم إفهمها تفضلوا نشوف الفيديو الأولين كاني مديدة أنا فترة لما كنت في يدي ماتا كاني جلسين مديدة واصل ويربط ويضرب حوالي ثلاث سنين يعني ضرب وإهانات جيت لعندها لي ويجسين كلهم شطط دخل ولا قال السلام دخل على طول إلى الطم هادا تسكت هنا قال قال يلقي عدم وسكني ونشاري دق دق راسي بالجدار يعني جح برفي لصة لجنباب الحمام أجيش يشتيسكو بالأسيق أضيته وخرجت هربت للشارع جنباب الشارع قال له ما ترجعش أنا سكوفه وقف نختش طيب خليني يشرح لكم اللي هي قالته هي قالت إنه من ساعة ما تجوزته وهو بيدربها وبيعذبها وآخر مرة راحت عند رجعت بيت أهلها كان مقطعها بتقول أنا كان جسمي كله مشارد فغالبا أهلها وقفوا وطلقوها على يعني على أكثر أغلب الظن لكن الواقع إنه الراجل ده كان عايز يتجاوز أختها وأمها ما رديتش أختها تجاوزت واحد تاني فتجاوزها هي وفضل برضو زعلان إنه ما تجاوزش أختها فقال لها أنا جاية انتقم منك أصلا أنا كنت عايزة تجاوز أختك مش أنت وانت بوصيلي الدنيا فأنا جاية انتقم منك يعني بعد كل العذاب اللي عزبه لها ثلاث سنين جاي برضو ينتقم منها علشان جواه غضب لازم يطلعوا على البنت دي لكن في مواد دباقة ولا رحمة ولا مثق غليز ولا أي حاجة مفهوم الجواز في الإسلام يتعامل مع المرأة على إنها أداة ملك للراجل لكن الغريب بقى إنه البنت هنا لما بتحكي القصة بتقول إنه ابتدى عايز يدلق عليها الأسد فراحت عضت وجريت فقال لها لو ما رجعتيش أنا حدلق الأسد على ابن أختك شوفوا الفيديو اللي بعد كده عملت إيه شوفوا الفيديو اللي بعد كده عمل في واحد وزنك وحسنا أزنا مؤتد لدي أعلى سمعت ابن أختك صيح بطول إيكي بعد كده عالي عن الغريب أنا بن أختك ودو محمل يعني أين قد من ذلك فوق ابن أختك المشكلة كان يسكبه ويضحك يعني يسكبه الأسيط يضحك يشتيس جست قلت هو كان سكبه القلب الأول يشتيسكبه القلبة الثانية القلبة الثانية هذا مخلوق بسمه البنت لما سمعت ابن أختها بيسرخ رجعت بإرادتها كانت هربت وخرجت وكان ممكن تنفت بجلدها وتقول الناس ادخلوا مثلا حد يساعدوا ولا أي حاجة لكن البنت اللي عندها 19 سنة اللي دقت المر من الراجل ده كانت عارفة قد إيه شره فرجت علشان تحمي ابن أختها وقيت له أنا هو بإرادتها شوفوا الفرق بقى بين الجبان اللي ما عندوش أي قلب ورايح علشان خاطر يعني ينتهج كل حرمة ويطلع غضبوا وغلوا وهذا الشر يعني المتمكن فيه في طفلة ومش بس كده لا ده يعني تخيلوا انت ابن أختها ده ممكن يكون عنده ثلاثة أربع سنين خمس ست سنين برضو كب عليه الأسد لكن البنت الست اللي بتقولوا عليها ناقصة عقل ودين اللي بتقولوا عليها ضعيفة اللي بتقولوا عليها عوان الإسلام بقى اللي بيقولوا عليها كل ده هي اللي رجعت علشان تحمي الطفل بقرادتها وشوفوا الغل بقى والإصرار سبق الإصرار والترصد للي عملوا فيها حط خلط الأسد بسم عشان يتأكد انه يعني يكون ليه تأثير قاتل عليها القصة دي مش قصة العنود فقط علشان كده أنا سمتها العنود وأخواتها العنود قصة في اليمن وما أكثر قصص اليمن للستات اللي بيتحرقوا واللي بيتقتلوا واللي بيغتصبوا يعني حياتهم مريرة جدا اللي بيتباعوا كده وهم عندهم عشرة واثناشرة وتمان سنين وقصص كتيرة سمعناها وقدمتلكوا حلقات عليها كتير بس أنا عايز أقدم لكم حلقة كمان لأنه النهاردة لازم نقف عند هذا التعامل مع الستات أو الأطفال دول أطفال قصة العنود مش قصة يعني وحيدة لكن الناس انتبهوا لها واليمن كلها بقى بتقولها انت يختنا وانت بنتنا وهنساعدك ومش عارف ايه كام واحدة لم ينتبه ليها العالم من السنين طويلة وانتهت حياتها بالكامل أما تحط يعني بس كده على جوجل وتشوف قد ايه في ستات في اليمن بيتحرقوا بالأسد هتلاقي قصص وصور حاجات بشعة جدا اليمن تعتبر من أخطر الأماكن اللي بيعيشوا فيها الستات من أخطر الأماكن على حياة الست إيه اللي بيقود ده الثقافة دي الأرضية بتاعتها ايه الأرضية الإسلامية ما تقوليش لأ بقى ان دي مش أرضية إسلامية أنا عايزة أقولك حاجة انه لو كان هناك شيء مغير في الإسلام كان ظهر لأنه من ثمرهم تعرفوهم من ثمر عمل هذا الإيمان في حياة الناس تعرف انه انت بتتلامس مع الشيطان مش بتتلامس مع الله لأن التلامس مع الله يحطك في مكان تاني خالص اسمه الرأفة والتحنن والتعاطف ومحبة الغير ده التلامس مع الله لكن التلامس مع الشيطان يطلع كده خلينا نشوف قصة فاطمة نفس الحكاية بس مرحلة أعمق بقى نشوف قصة فاطمة تقول فاطمة للموقع انها تزوجت عام 2012 من رجل خمسيني لديه زوجتان وأبناء لتتحول حياة إلى جحيم إذ كان ينهال عليها بالضرب مضيفة بأنه في إحدى الليالي قام بوضع مادة الأسيد في عينها بعدما أقنعها بأنه دواء وكانت تعاني من وجع في عينها وما هي إلا لحظات وفقدت بصرها بالكامل يعود بعدها ويضربها على وجهها حتى الإغماء ومن ثم عامد إلى إجهاض الجنين عبر ركلها بقدميه فاطمة التي لم تتلقى العلاج بعد إجهاضها وحرق عينها بحسب الموقع فقد أدخلها زوجها بالقوة إلى غرفة النوم واحتيازها لمدة إسبوعين دون طعام وشراب وبعدها رمى الأسيد على رأسها وحرق يسدها بالكامل يعني غريبة أوي أنه الرجالة اللي بيعملوا كده بيصروا فيه سيستم يحطوا الأسد فوق رأس من فوق رأس الستة شان ينزل بقى يسيح كل حاجة يعني يعني أنا بقى لي كم يوم ببص على الحاجات دي يعني الواحد لازم يسيب أثر ألم نفسي جواك والقصص المكتوبة دول بشر في فاطمة في العنود في أمنية في إثناء في نجود في يعني لكن أين بقى الراجل العمل الجريمة دي هل كلهم بيتمسكوا لا مش كلهم بيتمسكوا قصة العنود بيتمسكوا الراجل دا أيها وبيتحاكم لأنها تشهرت لكن حصل إيه في قصص الكثيرات اللي بيدخل الراجل ممكن مو إيزة تمسك إيزة تمسك يعود له كم يوم في الحبس ويطلعوا إيه اللي لازم يتغير علشان الستات دي يبقى ليهم حياة أفضل فاطمة نفس القصة اتجوزت وهي عندها 15 سنة جزها استخدم نفس الطريقة لكن صور التعذيب كانت أكتر وأطول بشكل يعني مؤلم جدا أنا اخترت القصة دي لأنه فيه زي ما قلتلكو سيستم أولا موظم الستات دي مش متعلمات فييجي جزها يقول لها أنا عندي دو يصلح لك عينك أهو ويروح تطلع قصد في عينها دي مش أول واحد قصص كتيرة جدا كده لحد ما يتعموا أنا مش عارفة يعني طب بيعميها ليه يعني أنا مش عارفة إيه إذا كان الخطة إنه يخلص منها في الآخر في أعوام المشتركة بين القصص دي من الأمور التانية بقى عندي أسئلة الحقيقة كتيرة في الموضوع ده محدش سمع الستات دي بتتعذب كل يوم يعني مثلا في حالة فاطمة هي كل يوم بتتضرب بقى لها 11 سنة وواحدة تتضرب وبيتدلق عليها أسد وتتحبس أسبوعين ويامدلوق عليها أسد لحد يعني أكيد جلدها عفن ما بتتوجعش يعني إحنا معلش يعني إحنا في الشرق كل بيوتنا جنب بعض ملزقين في بعض أنتوا فين فين الأهل فين الجيران فين الناس دي لكن العوامل المشتركة التانية اللي حابة أنكم تبصوا عليها بقى أنه في معظم الحالات دي زواج الصغيرات هي كارثة إسلامية يعني أثرها واضح جدا في كل قصص الستاتي والبنات دي وزواج الصغيرات هي كارثة إسلامية بتتعقد جدا بولاية الراجل على الصغيرات دول في بنت في اليمن تقدر تقول أنا أتجاوز مين ولا ما أتجاوزش مين لا لا طبعا لأن الولي هو اللي لازم يقر ما تقوليش بقى الإسلام بيقول ولا ما بيقولش الإسلام وضع هذا القيد وإذا ما علمتهاش وإذا ما حبتهاش وإذا ما تعاملتش معاها على إنها إنسانة لها كرامة وهي في بيتك هتروح بيت جوز هيعمل فيها كده ما هو قص الأب ده بيعمل كده برضو في الأم والأم سكتة قوامة الراجل قانون إسلامي السماح بدرب الزوجة واغتصاب الزوجة لأنه يمتلكها بعقد اغتصاب مش عقد جواز ده قانون إسلامي مش جواز زي ما بتدعو لا ده اسمه عقد اغتصاب لأنه لما الست تروح للمحكمة وتقول للقاضي جوزي بيغتصبني يقول لها لا ما ينفعش ده أستكملكه في عقد بيقول بيقولوا عليه عقد حاجة تانية ما بيحبش أقولها كل دي مشاكل إسلامية كبيرة بل جرائم الشرع الإسلامي لازم نقول الحق والنقطة الأهم اللي يجب أننا نتوقف عندها النهاردة ونبحث فيها أن المعتدي بقى فاقد الحس خالص يعني اللي واقف بيضلق كده وشايف جلد بني آدم بيسيح قدامه ست عشرها اتجوزها ابتسمت في وشه ابتسمت في وشها مرة يعني مفيش خالص فقدوا الحس والتعاطف الإنساني بشكل واضح ومنتشر جدا دلوقتي في وسط الرجالة في العالم الإسلامي كل وده نتيجة أنه الإسلام قلل من شأن وقيمة المرأة والطفل في عيون الرجالة وتربوا على ده أنت تربيت على كده فلو أنت راجل بتسمعني النهار ده وتربيت على أنك تنظر إلى المرأة على أنها أقل منك أنت ما تقدرش تقول أنها مساوية لك يعني ده إسلاميا غلط هي مش مساوية لك هي أقل ضيف بقى الحديث اللي من هنا والآيات اللي من هنا والثقافة الشرقية اللي من هنا فيعني ما بقلهاش لا شأن ولا إيمة فحياتك والإسلام بيربيك على أنك أنت الأهم صلح ده عشان أنت يعني عندكم بنات المفروض أنه الأب يكون عنده تعاطف حتى ناحية بنته ما تتعاملش بالطريقة دي أنا مش عارفة إزاي يعني لا عارفة أنا بصراحة عارفة لأنه يعني إلى هذا الظهر الشيطان أعمى أذهان الناس اللي سبوا نفسهم للشر لازم يكون فيه وقفة ساعات المسلمين يكرروا حاجات كده أنا بقول يعني خلينا نقف النهار ده ومن اتحكش على بعض بالأقوال اللي اتعودنا إن إحنا نسمعها ونقبالها ونفتكر إن إحنا يعني بنعملها أما يقول لك لا 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 ده الإسلام قالك رفقا بالقوارير وصيكم بالنساء الإسلام كرم المرأة في كل ما تتكلمون بالآن عن يعني رفقا بالقوارير دي أولا بتقلل من شأن المرأة دي صورة لاستخدام المرأة والنساء عوان عندكم وكأن المرأة دي يعني ليس لها إرادة ولا قوة ولا فكر ولا أي حاجة أنتم اللي عملتم بنساء العرب كده لكن شوف الطبيعة اللي ربنا حطها في قلب واحدة زي البنت العنود دي الفرق بين الراجل اللي اللي واقف يحرق والبنت اللي بتضحي بنفسها عشان تنقص من الأشجع أنا مش بقول مين الأقوى ولا مين الأحسن لكن أنا بقول أنه في قلب يعني التصميم الإسلامي لصورة المرأة شوه عقل الراجل لكن المرأة تعلم مصدر قوتها مشكلة العنف الأسري الأسري سواء كان يعني المعتادة زوج أو أخ أو أب اللي تربى على فكرة الضلع الأعوج أنه المرأة دي مخلوقة من ضلع أعوج وأنه يعني لازم تقوم هذا الضلع وفكرة تقديب المرأة الدائم يعني إيه ده لما أنت بتفكر كده هيكون دايما حلك العنف أما محمد قال أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وأنه موضوع أنه يسمح القرآن بتقديبها بالضرب فأيجي واحد مثلا زي عبدالله رشدي دي يقول لك يعني الإسلام سمح بالضرب بس يعني بالراحة مش عارف إيه يعني عشان ما تكون واحدة مثلا تقل أدبها على جوزها تب تتكلم على بنت صغيرة مثلا يعني مفروض أنك تكون مثلا متجوز واحدة متعلمة متربية من بيت كويس مش كده ما تقلههش أنت قللت الأدب لكن الراجل من حقه الإسلامي أنه يقول لمراته أنت قللت الأدب مش بس كده يلطوش على مين لو ما سنعيدش كلام بالراحة بقى بالمسواك مش عارف إيه يعني برر قد ما تبرر عندما يفتح إله الإسلام باب العنف فهو يعني المفروض أنه الله اللي خلقنا يكون عارف أنه طبيعة الإنسان طبيعة فاسدة هتلجأ للعنف أكتر إن لم تتلامس مع الله الحقيقي أنا عايز أقول أنه إحنا كتير ما بنقولش أنه العنف الأسري دي مشكلة الراجل لكن في العالم كله العالم كله بيقول أنه العنف الأسري مشكلة الراجل الراجل هو اللي بيختار مش الست وأنه لما يحد يقولك ده أنا بيشوف ستات بتضرب جوازها دي نسبة من الشواز لكن في العالم كله أول ما بنشوف راجل مدلوق عليه أسد من واحدة ست العنف العنف الأسري دايما يبدأ بالرجل ولازم نواجه ده اللي حطه الشيطان في داخلك يعني حتى أنك تتصرف بالشكل ده لازم أنت اللي توجه مع نفسك لازم أنت اللي تنظر الأثر مشاهدتك لأبوك ولا عمك ولا خالك بيعمل كده في أخواتك ولا أمك افتكر وانت طفل وانت بتشوف أمك بتتضرب كان إحساسك إيه فلما تيجي ترفع إيدك على مراتك قدام عيالك بتفكر في دول هيعملوا إيه المسألة هتستمر والعنف هيستمر الأمر يتطلب توبة وطلب معونة من الله وتغيير طرق التربية والاحترام المتبادل في البيت ما تعلمناش كده لكن تعلمنا إنه في البيت فيه السيد يعني مثلا كنت بقرأ بعض التعليقات على التويتر يقولك إيه أصددي الست أنا طلقتها لأنها دايماً صوتها أعلى من صوتي أنا مش معل الست إنه يكون صوتها عالي لكن حتة إنه فيه فيه مقييس تفهى الست اللي صوتها أعلى من صوتي وغالباً ما بيكون مثلاً هي مثلاً قادة في الأوضة فبيندهلها فردت عليه بصوت عالي فقل لها أنت بتعلي صوتك علي تلكيك بقى لأن العقدة إن الست لازم تكون صوتهاواتي وما بتعملش دي عقدة دي عقدة إسلامية لأنها أقل في الآخر لازم يكون فيه توبة وتغيير لطرق التربية تخلي تربي الولد والبنت على أن هم محترمين جوة البيت ويحترموا الآخرين الاحترام المتبادل بين الأم والأب والأولاد في البيت لكن ده مش هيحصل أبداً في بيوت يحكمها أرواح الشر الإسلامية لكن يمكن فقط أن يحدث مع يسوى المسيح اللي بيخليك تتغلب على طبيعة الشر اللي جواك وعلى كل خطي الكتاب يعلمنا أنه التلامس مع الله والقرب منه والتوبة أمامه يخليك تبقى شبه لكن التلامس مع الشيطان اللي تعاليمه بيفرق بين الراجل والست كل الكلام اللي أنتو تعلمتوه في الإسلام ده هيخليك تبقى شبه فالناتج يبقى ده اسمع المقولة دي و دي للرجالة أنا عايزك تسمع وتسمع كده بقلب مفتوح في وحدة هقولك اسمها دلوقتي هي ناشطة وبحثة في موضوع العنف ضد المرأة أو كلام ده بتقول كده للرجال أقول أغمض عينيك وتخيل أن ابنتك ستتزوج رجل مثلك هل تبتسم أم ترتعب غمض عينك وتخيل كده أن ابنتك ستتجوز رجل زيك ستبتسم أم ترتعب إذا ارتعبت إذا خفت من الفكرة تغير الباحثة دي اسمها Patricia Shea الفكرة بسيطة على فكرة في الغرب التصور ده سهل لأنه الراجل في الغرب عارف أنه من غير الطبيعي أنه يكون يعني بيتعامل بعنف مع مراته أو بنته عارف كده هو عارف وعارف التبعات بتاعته وبيدفع التمن معظمهم بيدفعوا التمن رعنف موجود في الغرب أيهم موجود في الغرب لكن في الشرق كبرياء الإسلام بيمنع الراجل أنه يشوف أنه بيعملوا غلط عندما يعطيك إلهك حق أنك تكون معنف دي مشكلة فأنا عايز أقول لك افصل نفسك عندها واسأل كده ربنا أنه يديك محبة لمراتك ولولادك وأنه ترى بعينين الحق أنه لو أنت هتبص لبنتك وتفتكن أنه بنتك هتكون حياتها كده طلطيش وإلي تأدب وما يتندهل لها بإسمها يتندهل لها بإسم حيوان وحاجات من ده الإهانة دي وزل العيشة تحت واحد مسيطر عائية وكتم على نفسها لو ده ما وجعش قلبك يا أخي أنت محتاج أنك يعني بصلي أنه ربنا يلمسك لمسة حقيقية لكن لو ده وجع قلبك توب وتغير فتريشا بتقول أنه في بيتي ابني اتربى في بيتي يحترم المرأة وأب يحدثني ويعاملني باحترام لأنني مساوية له فعشان كده بتقول بقى الجملة دي مهمة أو يسمعها أسهل كتير أننا نربي أولاد أصحاء من أن نصلح رجال كبار مرضى أسهل كتير أننا نربي أولاد أصحاء من أننا نصلح رجال كبار مرضى فكر في اللي بقوله فكر في اللي أنا مخليك تسمعوا النهاردة الغرب الرجل الغربي عارف أن اللي بيعمله ده مرض أو عارف أنه إجرام لكن مصدر العنف الأسري في الغرب غير مصدر العنف الأسري في الشرق مصدر العنف الأسري أمراض نفسية اجتماعية لكن في الشرق هو خليط من الثقافة الإسلامية والقرآن والحديث اللي بيقدم الأمر وعكسه لكن النهاردة أنا عايزة أقول أن فيه ناس بتشوف الحقيقة وبتتكلم وبتتحرر وبتختار هندخل في الفقرة اللي جاية أنا أسفا تبتقولي عندكم تليفون طيب أوكي الإسلام بقى زي التوب البالي العمال يتقطع من كل حتة بيتخرق من كل اتجاه وبيبص عليه العالم فيرى أنه الإسلام فعلا أصبح في أزمة الكل شايف في العالم كله محاولات الترقيع علشان تغطوا الأخطاء والعورات الظاهرة في الإسلام العورات المكشوفة إلا الناس اللي بيحاولوا أنهم يتهربوا من الحقيقة صناعية الدين في كل مكان الفقرات اللي جاية دي كلها أزمات ومعضلات إسلامية فخليني أوريكم أولا نتيجة هذه الأزمات والمعضلات خلينا نشوف الفيديو القادم لإعلان المطربة الكويتية إنها تركت الإسلام أنا أبتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت أعلن تركي للإسلام دين النفاق دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطي حقوقها بالكامل وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية طبعا يعني أولا عايز أقول حاجة عن الكويت الكويت ربنا لمسها بنور من زمان قوي أنتوا شايفين بس أنه فيه اتنين تلاتة دلوقتي طالعين على الهوى إذا كانت المطربة بسمة أو المزيع محمد المؤمن يعني هي بتقول إنها اعتنقت اليهودية يعني ما همنيش هي اعتنقت قد ما يهمني الكلام اللي قالته عن الإسلام وقد ما همني شجعتها في أنها تقول أنا حر اختار لأنا عايزها لو هي عايشة بلد مسيحي أو بلد غربي عشان ما فيش دلوقتي يعني بلد مسيحية بالكامل لكن المجتمع الغربي لو قالت أنا بوزية ما حدش يقول لها أي حاجة يقول لها برافو عليك إنك اختارتي حاجة ما لهمش دعوة المسألة مش سبأ لكن السيدة دي وصلت لهذا يعني المفهوم الحقيقي ده لسان حالها الإسلام لا يحترم المرأة الإسلام يحقر المرأة الإسلام ده لسان حالها ده اللي هي عاشته وده اللي كل مرأة مسلمة لو وجهت نفسها بالحقيقة هتعرف إنها يعيشها مش كده الكويت ربنا لمسها بلمسة خاصة وأنا بصلي من أجل الشعب ده وبصلي من أجل يعني إنه يظهر نور المسيح ونور الحق في الكويت أكتر وأكتر عندنا إشراقة الكويت والأخت ليلى والأخ عادل كويت وليهم برنامج وليهم شهادة حقيقية وفي الكثيرين كمان المطربة والشجاعة دي ست عقلة خرجت نفسها من الأزمة الإسلامية بكل شجاعة عايز أوريكم صورة أخرى لتهتك هذا السوب الإسلامي البالي شوفوا الصورة اللي بعد كده الأستاذ الباحث سعيد جاب الخير طبعا يعني الأستاذ سعيد طيب الأستاذ سعيد هو باحث وناشط جزائري معروف وبيتكلم عن الإسلام بشكل واضح جدا أنا عايز أقول حاجة هو ما بيقولش حاجة أبدا غير اللي إحنا بنقوله يعني هو ظهر من سنتين ثلاثة أربعة ما عرفش من قدي لكن راجل مفكر ناشط بيتكلم وبيكتب وبيعمل يوتيوبات وكده وبيتكلم عن مشاكل الإسلام الحقيقية أنا ما عرفش عنه كتير ما عرفش ما شفتش هو قال أنا يعني ألحد ما ألحدش ولكن بيقول إنه الإسلام في مشاكل يعني لا يصدق عقل فحصل بقى إنه السبعة الظاهرين بقى في الصورة دي دول سبع أشخاص قرروا إنه هما يرفعوا قضية على الناشط سعيد جاب الخير ويحكموه ب سبب اصدراء الأزياء الأديان التلكيكة الإسلامية أنت بتصدري الأديان طب يعني دي حرنية فكر لكن ده مش موجود في العقل الإسلامي طبعا واضح إنه كلهم بدقونهم وكلهم إسلاميين وكل حاجة إيه اللي قالوا الراجل ده غير اللي احنا بنقوله كل يوم إحنا مصريين مغربة جزائريين توانسة كتير على أرض الجزائر مثلا بيكلموا في نفس الموضوع وعندهم حرية التعبير والاختيار عندكم مسيحيين جزائريين عابرين ماليين البلد في كل حت ليز علنين من الراجل ده عشان بيقول الحقيقة يعني سمعتوا بيكلم شوية بيكلم مثلا عن حديث السحر بيكلم عن حديث البخاري طب أنتوا عندكم 900 حد طلع تكلم على موضوع البخاري والكلام ده كل يعني ما احنا بنتكلم هو قناة الحقيقة بقالنا 15 سنة بنتكلم فيه مش معنى ده يعني علشان عايزين تكمموا الأفواه أنا بدعوكم وكلكم تتبعوا الأستاذ سعيد وتشجعوه هو رجل مثقف وحر وبيقول رأيه فعايز يسجن ليه لأن المسلم لم يعد عنده رد وأصبحت الأزمة شخصية وفي عقر الدار الرب يحمي ويحميكم ويعطيكم نور حقيقي الخبر اللي جاي بقى من مصر ومباشرة من الأزهر وبصراحة بقى عايزة يعني ما تنقل للخبر ده يعني عايزة أقول ده هم يبكي وهم يدحك طبعا احنا في بداية برنامج المرأة المسلمة عملنا حلقات مفصلة على زواج المحلل أنا والأخت فرحة والأخت مارينة ويعني الموضوع ده مخجل للغاية وفي تفاصيل مخجلة للغاية وتكلمنا عنها عبر السنين يعني لكن اللي حصل بقى انه التعليق ده بيقول زواج المحلل يثير دجة في مصر والأزهر يدخل على الخط طبعا يعني الحقيقة الموضوعي ده حك أوكي الأزهر حط فتوى حد سأل في موضوع ينفع جواز المحلل ولا لأ فحطوا فتوى بيتكلموا فيه عن جواز الموضوع ده لأسباب معينة أو في يعني حالات معينة وحذفوا الفتوى على طول فالأستاذ عمرى قديب استضاف أحد شيوخ الأزهر وسأله في الموضوع أنا عايزةكم تسمعوا الفيديوهات القادمة دي وهعلق تعليقات سريعة جدا لأنها يعني من الشيء المؤلم جدا أنه مش عارفين يعملوا إيه وبقى الأمر مضحك للغاية وهما مازالوا متمسكين بالأمور اللي محدش قادر يفهمها ولا حتى هما عارفين يغطوا عليها خلاص خلص الموضوع مش عارفين يغطوا عليها نسمع الفيديو الأولاني السورة النادرة إن واحد جاي وبيقول أنا هتجوز الست دي ومش هعرف الرجل ده ولا هعرف الست دي إن أنا هتجوزها عشان أحللها له ولا أهلها يعرفه ولا أهله يعرفه وعي يدفع مطر وعي يجوز جوازها عادي خاض بعد ما يعود معها يوم والأثنين والأثنين هو بقى اللي يناوي في نفسه أنا هعمل كده قربة إلى الله فأنا خلاص لا 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 يعني يعني واحد عايز يعني يعمر البيوت يعني البيوت فلا واحدة اتطلقت اتطلقت التالتة فقال لك أنا هتجوزها من غير ما هي تعرف وبعدين طلقها من غير برضو يعني ما حد يفهم ايه الحكاية ففي الحالة دي هي تحل الزوجها القديم يعني أنا ابتقدت الحالة بعيط يعني الحالة أبادحك يعني مش عارف أقول ايه يعني بيقولك ايه أنه الراجل ده يجب أن تكون حالة خاصة الراجل ده عايز يعمل خير عشان يعمر البيوت لا يا راجل يقعد معا يومين تلاتة كده ويدفع ماهر ويدفع هو يعني مين العبيد هنا يعني مين مين اللي مش فاهم هنا يعني ايه الهدف و يقوله ايه هو عايز يتجوزها لغرض ما في نفسه عشان يعمل خير في السر من غير ما تعرف هي ومن غير ما أهلها يعرفه ومن غير ما الراجل اللي يعرف طب هو الجواز يعني برضو أنا عندي سؤال لا هو مش عايز يعرفها انه انه متجوزها وهيطلقها بعد يومين ثلاثة طب اللي رضي تتجوزك دي طب افرض انها عايزة تعيش معاك تيجي كده يعني انتو فاكرين الستات ايه يعني هو موضوع الطلاق ده سهل قوي كده يعني الطلاق ده بيكسر قلب الست الطلاق ده شيء بيشق الست كده جواها تبقى ماياش عارفة هي يعني ازاي هتفصل بين مشاعرها مع راجل اداته حياتها اداته يعني كميتمنت يعني ايه التزام و امانة وحب وفاجأة كده يومين ثلاثة بيقول لها طب بصي بقى يلا بقى بخ روحي الجزك الاولاني ايه ده هو السؤال بقى الشرعي اللي لازم يواجهه حضرة الشيخ اللي بيقولك دي حالة مش عارف ايه اذا كان الراجل ده والست دي حالة خاصة جدا ده اسمه برضو زواج بنية الطلاق فلا يجوز يا استاذ متضاقع انت يعني الاستاذ اللي بيتجوز وعايز يعمل خير بقى في ربنا ده هو متطوع ولا بيتزاكع على ربنا بص بقى شوف الاستاذ عمرق ديب في منتهى الزكاء وخفة الدم خلينا نشوف انما احنا اضطر الافتة عشان نحسم الموضوع الفتوى الواضحة اللي هي جمعول العلماء بنمشع لها فلما لقينا كده السورة النادرة والسورة النادرة لا تعمم لانه لا عمومة لها تزيل بلبلة بنسميها واقعة اعياد لحالة خاصة سبيشياركي كده حضرتك فلما لقينا كده سبيشياركي ما ينصحش تنزل بس تدركت دار الافتاء نفسها فقالت نحذفها لان يعني تسير بلبلة بين المواطنين والراجل اللي يعمل كده فاند ما ياخد سواب يعني العلماء نفسين حضرتك قالوا ياخد سواب بس بالطريقة ايه يكون قصد هو بس هم ما يعرفوش ويقصد الاصلاح ويعمل ذلك قشية سقوط البيت وسقوط هذه الاسرة سلام الراجل بيعمل خير هياخد سواب طبعا طبعا هياخد سواب يعني اذا كان الموضوع ده في بالك وتحب تاخد سواب اه بس عشان محدش يقول انت بتتكلم انجليزي فوس او بتقول اذر بيتكلم انجليزي فوس العرب ايه المهزلة دي ايه المهزلة دي الاستاذ عمراء دي بسأل سؤال يعني شرعا بيقول لك شرعا ياخد ياخد سواب شيء مضحك شيء مضحك انه انك تتوقع ان الله يديلك سواب على الخداع والغش واللعب بافكار الناس وقلوب الناس وحياة الناس لانه ده مش يعني شايفين ازاي فيه تقابل وفيه تضارب في الافكار الاسلامية هنا يقول لك ده يجوز والنحية التانية يقول لا يجوز اعمل كده عشان نيته حلوة الراجل خشية تسقوط البيت شعرفك ان الراجل التانية هتجوزها بعد ما انت تجوزتها بتلعبوا بقلوب الناس وافكار الناس ونيات الناس وكله كدب في كدب توب مرقع من كل ناحية وعمال يتفقطق والعالم كله بيدحك على الامر ده اشعرفك ان الست دي مش هديحمل منك هتعمل بيها ايه وانت متجوز على الاساس يوم انت تلاتة يعني سواب تطلع بسواب وعيل سألت الست دي يا ترى الحياة اللي فيها يعني طلع مرات عديدة بالشكل ده بيكون شكلها ايه حد سأل الست دي الراجل اللي كل ما يكوح يروح مطلقك ده عايز ترجعيله ولا لا لا الحقيقة انه شكلها مش زي السينما الحقيقة مش انه هي اتنرفز فطلقها وبعد نقلها سوري يا حبيبتي وراح جاب لها ألماز ومش عارف ايه لا غالبا اللي بتطلق تلاتة اربع مرات دي بتكون اتضربت وتعجنت وتبهدلت وتشردت شوفي الفيديو اللي بعد طب طب قبل ما تكمل يا فاندم ليه كان عندنا هذه القناعة اللي وصلت لدرجة الافلام يا احنا كان عندنا مصرحية للفنان عدل امام الجملة الشهيرة بتاعت لابد ان يدخل بيها حضرتك فاكر طبعا يعني هذا الامر كان يعني مستقرا في نفوس المصريين انه الاتيان بشخص يقوم بدور المحلل ده مسألة عادية وحلال ليه كان عندنا هذا الاستقرار لا بس الفنان عدل قال لابد ان يدخل بها لازم سيدنا النبي قال لابد ان يزوق عسيلتها وتزوق عسيلته والزواج يكون على نية الزواج مش نية الزواج ثم الطلاق لتحليلها للأول هذه الضواج تبقى عاجبه الفنان عدل الامام بقى يقولك بس بص ايه بقى بس الفنان عدل الامام رضي الله عنه ناقس يقول رضي الله عنه قال لك لابد ان يدخل بها وتدخل بها صح هو كده زي ما قال الرسول يعني الحديث بتاع زوجة رفاعة اللي يزوق عسيلتها وتزوق عسيلتها عايز ترجع الجوزك إلا أن تزوق عسيلتها شوف يعني امساري منتهى التدني في الفكر يقولك كده كما قال الرسول منتهى الإهانة للمرأة أو الاستخفاف بفكرة الزواج علشان كده أنا قلتلكو لما تكلمنا عن زواج التجربة إنه كل الزواج الإسلامي مؤقت ما فيش ستة تأمن ولا راجل بيتجوز يعني معظمهم عشان معممش يعني إلا وهو عارف إنه ما عجبته هيطلق يبقى مؤقت ما فيش ستة نعرفها مسلمة دخلت جواز وهي بتقول يا رب حميني من الطلاق بقى مؤقت لإنه يعتمد على فكرة هذا الزوج ورغبته وإشباعه وكله وإن إيه الشيخ اللي متابع الفن ده هو مش الفن حرام برضو ده حافظ أفلام وعاد الإمام وعارف جبها منين وهم مش الفنين برضو فلوسهم حرام حسب فتواكم انتم في أزمة بتستخدموا أي حاجة علشان تلصموا هذا الثوب البالي خلينا نشوف بقى الفيديو اللي جاي ده الأستاذ عمر أديب حطوا في مأزق اللعيب والصنايع واشرح لكم بعدين طيب اللي هيدخل بها ده أو اللي هيحلل ده الطلاع اللي حصل ده بنحسبه شفاهي ولا كتابي إيه رأيك في دي ده العيب إنما بنحسبه على المعمول به في الدولة المصرية هنا الشفاهي اللي يقع إفتاء وقضاء الآن لحد دلوقت الآن إلا أن يخرج التشريع فيضير هذا في القانون الدولة المصرية فعلا بتعترف بالزواج الشفاء الطلاق الشفاء قزمة الطلاق الشفاء هي اللي احنا تكلمنا عنها حلقات وحلقات وحلقات كي لأن القانون مرتبط بالشرع فما يقدروش يقننوا موضوع إنه حد يكتب لازم يكتب لمراته الطلاق يقع بس بقى قال لك أصلي لازم يجي لنا ونقعد معاه وأستحنى الصناعية لازم يقعد مع صناعي يفصص وكده هو طلق إزاي قال لها طالق لا طالق لا طلق أنا أرجعكم بقى عملنا لكم عشرين حلقة عن الطلاق والطلاق الشفوي بالتحديد يعني والمسألة إنه مش هيقعد يحل أزمة الست دي والراجل ده هم ليه أساساً بيلجأوا للطلاق لكن هيحللوا أزمة إنت قلتها إزاي فاكرين لما قلنا إنه الشرع بيقول لو واحد متجاوز اتنين كان عايز يطلق فاطمة فرح مطلق زينب بالكلمة قال لها أنت طلق يا زينب هو بيبص لفاطمة زينب اتطلقت مش فاطمة أي حاجة أي حاجة وقال له إيه طب معلش بقى يعني أما تبقى بقى الدولة تطلع علينا قانون إنه الطلاق لازم يكون كتابي نبقى ساعتها بقى إيه نريح دماغنا من الموضوع توب الإسلام بقى باين خلاص يعني اتهلهل من كل ناحية بس الكل شايف بس مش الكل عنده جراءة إنه يتكلم لكن فيه النهاردة العابرين الموجودين على ساحة الإعلام النهاردة اللي بيتكلموا بمنتهى الصدق والأمانة عن مشاكل الإسلام فيه مفكرين فيه المطربة بسمة أو المزيع محمد المؤمن أو مفكرين وباحثين سعيد جاب الخير أو أحمد عبدالصامد أحمد عبدالصامد والكثيرين من المفكرين على قناة الحياة والميديا عموما دلوقتي بيتكلموا وبيبحثوا الأخت فرحة وغيرنا كتير لكن سؤالي ليكم النهاردة ماذا عنكم أنتم أنت وإنتي اللي بتسمعوني النهاردة فكري في الأمور اللي بتعرض أمامك دي ما تاخدهاش بحساسية والدفاع الأعمى عن الإسلام لو كان العالم كله شايف هذه المشاكل وإنتم علشان تحموا نفسكم من الصدمة في الدين والإيمان والعيلة والكلام ده كله عايزين تعموا نفسكم عن الحقيقة فأنتم بتخسروا حياتكم الأبدية وحياتكم الآن لأن السلسلة أو الدائرة لازم تنكسر في حتة والتغيير لازم يبتدي بيك أنت وبيك أنت ولازم يكون من الداخل ولازم يكون فهم حقيقي لطبيعتك وطبيعة الله الحقيقي لازم يكون في تغيير قلب لازم يبتدي بيك من تغيير قلب لتغيير مصار لحياة جديدة وكل ده مش ممكن يحصل من غير اليأسوع المسيح بصراحة فكرة إنك تتلامس مع الله فيغيرك وإنك تتلامس مع الشيطان فيتصبح شكله الفكرة دي واضحة جدا بين الإنسان اللي عايز يعيش مع الله المحب القدوس المغير والإنسان اللي عايش مخدوع بالفكر الإسلامي ويتلامس تماما مع أفكار شيطانية بتشجعه على إنه يكون كل يوم أشر مش كل يوم أفضل مع المسيح الرب يقول لك كده أنا عارف إنك ما تقدرش لوحدك لكن أنا معاك إيدي بإيدك تعال لي وأنا شيل حملك تعال لي وأنا شفيك تعالي لي وأنا غيرك لأنه تنازل عن يعني كل شيء علشان ييجي ويقدم لك حياة بداية علشان يفديك دي محبة الله ليك علشان يقدم لك باب مفتوح طريق مفتوح لازم تبحث عن هذا الطريق هناك حل هناك حل لكن لازم ترغب إنه يكون هناك حل في حياتك شخصيا فيتغير بيتك ويتغير مجتمعك ويتغير علمك أنا بصلي إنه حلقة النهاردة تكون إدتكم بعض الأفكار والتعاطف والرحمة والشفقة على الستات اللي بتعاني في العالم كله وعلى أنفسكم وبيوتكم وأولادكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر